يتناول درس اليوم مضاعفات التليف الكيسي أي المشاكل غير المباشرة التي تصيب مرضى التليف الكيسي إلى جانب المخاط السميك في رئتين ومشاكل الجهاز الهضمي مثل نقص إنزيمات البنكرياس والإنزيمات الأخرى التي تساعد على الهضم وما يؤدي إليه من مضاعفات أساسية تظهر عند جميع المصابين بمرض التليف الكيسي يؤثر الخلل في نقل أيونات الكلور على أعضاء أخرى بطريقة غير مباشرة مثل الجهاز التناسلي فيؤثر على الخصوبة أي القدرة على الإنجاب حيث تقل الخصوبة لدى الرجال نتيجة لتأثير المرض بشكل مباشر على الوعاء الناقل في الجهاز التناسلي الذكري هذه الخصيطين هنا حيث تبدأ عملية إنتاج الحيوانات المنوية ومن الخصية تنتقل الحيوانات المنوية عبر الوعاء الناقل إلى قناة القذ حيث تختلط بباقي مكونات السائل المنوي يعاني 98% من الرجال المصابين بالتليف الكيسي من انسداد في الوعاء الناقل أو حتى عدم وجود وعاء ناقل لديهم بسبب عدم تخلق الوعاء الناقل أي عدم تكونه في المراحل الجنينية حيث يمنع تراكم المخاط في المراحل الجنينية من تكون الوعاء الناقل في هذه الحالة لن تتمكن الحيوانات المنوية من مقادرة الخصية فتقل الخصوبة لديهم كما تتأثر الخصوبة لدى النساء ولكن لأسباب مختلفة يتكون الجهاز التناصلي الأنثوي من عدة أجزاء منها عنق الرحم وهنا الرحم وهذان المبيضان لتصل الحيوانات المنوية إلى البويضات لتلقيحها يجب أن تمر عبر عنق الرحم لكن بسبب الكمية الكبيرة من المخاط السميك في عنق الرحم لدى النساء المصابات بالتليف الكيسي لا تتمكن معظم الحيوانات المنوية من المرور والوصول إلى البويضة كما يؤثر سوء التغذية الناتج عن التليف الكيسي على قدرة المرأة على إنتاج البويضات فيتأخر الحمل لكن مشاكل الخصوبة هذه لا تعني العقم فالعقم يعني عدم القدرة على الإنجاب حتى بعد معالجة أسباب عدم الخصوبة لكن مرضى التليف الكيسي يمكنهم الإنجاب عن طريق الأخصاب الصناعي وزرع الجنين في رحم المرأة بعد تخصي به خارجيا أما الرجال فتنقل الحيوانات المنوية جراحيا عند إجراء الأخصاب الصناعي لذلك يمكن لمرضى التليف الكيسي الإنجاب عن طريق تقنيات الأخصاب المساعدة لكن النساء قد تواجه صعوبة أكبر في استمرار الحامل بسبب التقذية وبعض المضاعفات الأخرى للتليف الكيسي ومن المضاعفات الأخرى التي تصيب الجهاز الهضمي ما يعرف بالانقلاف المعوي يصيب الانقلاف المعوي عادة للأطفال من غير المصابين بالتليف الكيسي وعند البالغين من مرضى التليف الكيسي لكنه أكثر شيوعا عند الأطفال يحدث الانقلاف نتيجة دخول جزء من الأمعاء في جزء آخر كما في أمبو بالمنظار بعض المناظير تتكوى من عدة قطع متداخلة القطع الأولى في طرفها العدسة العينية التي تنظرون من خلالها تريها قطعة أصغر ثم أصغر وهكذا فيبدو المنظار بهذا الشكل عندما يكون مفتوحا عند دفع القطع الأصغر في هذا الطرف في هذا الاتجاه تدخل في القطع التي تسبقها وهكذا ويغلق المنظار يشبه هذا ما يحدث في حالة الانقلاف المعوي حيث يدخل جزء من الأمعاء الدقيقة في داخل الأمعاء الغليظة فيمنع تدفق الدم إلى هذا الجزء من الأمعاء فيسبب هذا ألما شديدا فيبكي الأطفال بكاء مفرطا أحيانا تعود الأمعاء إلى مكانها دون تدخل الطبيب وأحيانا يلجأ الطبيب إلى استخدام الحقن الشرجية أو التدخل الجراحي يندر حدوث هذا بعد السن الثانية عشر باستثناء مرضى التليف الكيسي لذا إذا اشتكى مريض التليف الكيسي من ألم مفاجئ في البطن من المحتمل أنه مصاب بالانغلاف المعاوي كما يمتد أثر التليف الكيسي إلى العظام ويؤدي إلى قلة الكثافة العظمية التي قد تتطور إلى هشاشة العظام الذي يصيب عادة كبار السن فكلما تقدم الإنسان في السن نقصت كثافة العظام لكن يمكن لمرض التليف الكيسي من صغار السن أن يصاب به أيضا نتيجة نقص فيتامين D الضروري لنمو العظام فلا تحتاج العظام للكاليسيوم فقط بل ولفيتامين D أيضا لهذا تجدون الكاليسيوم وفيتامين D معا في المكملات الغذائية عند تناول الفيتامينات سواء من الغذاء أو المكملات الغذائية يجب أن تمتصها الأمعة لتذهب إلى الدم ليستفيد الجسم منها هناك أربعة فيتامينات لا تذوب إلا في الدهون أي أن الجسم ينتصها مع الدهون هذه الفيتامينات الأربعة هي فيتامين A وD وE وK ولأن مرض التليف الكيسي لا يستطيعون امتصاص الدهون يواجهون صعوبة في الحصول على هذه الفيتامينات الأربعة من الغذاء تذكروا يمتص الجسم الدهون بمساعدة العصارة الصفراوية التي ينتجها الكبد وتختزم في الحوصلة الصفراوية عند حدوث خلل في نقل أيونات الكلور وتكون مخاط سميك تنسد القنوات الصفراوية في الكبد فتبقى العصارة في الكبد لذا يعاني مرض التليف الكيسي من نقص العصارة الصفراوية ولا تنتج أجسادهم كمية كافية من أملاح العصارة الصفراوية فيصعب عليهم امتصاص هذه الفيتامينات من الغذاء الذي يتناولونه فلا تصل إلى الدم ولا يستفيد منها الجسم إذن يؤدي نقص فيتامين دي إلى قلة كثافة العظام في هذه الحالة يمكن زيادة كثافة العظام عن طريق ممارسة التمارين الرياضية وخاصة تمارين حملة الأثقال وتمارين المقاومة إضافة إلى المكملات الغذائية هذه ثلاث مضاعفات غير مباشرة لمرض التليف الكيسي على الجسم إضافة إلى تكرار إصابة الجهاز التنفسي بالعدوى ونقص التغذية والسكري ترجمة نانسي قنقر